مرحبا برج الجوزاء هذه قراءتك العامة القراءة تصلحك الطالع الشمسي والقمري رح نبتدي بالجانب العملي جانب المال والأعمال ما الذي ينتظرك في هذا الطريق يا برج الجوزاء او ما هي تطورات اللي ستطرع على حياتي في حصولك على شيء انت متوقع انه رح تحصل عليه في هاي الوقت عندك مسألة شوية تأخير في الوقت انت هني نعم تستحق ان تحصل على الاجازة اللي انطلبتها على النجاح على الموافقة كأنما انت تطلب هني ترقية او موافقة او منصب اعلى انت هني كأنما تحصل على ترشيح وممكن يكون حتى ترشيح في التجارة انت تشوف نفسك في الفترة القادمة ان تستحق ان تكون من الاوائل من الصف الاول في مجالك ان كنت في مجال عمل ان كنت في مجال بزنسك الخاص ان كنت حتى في مجال التحصيل العلمي لحد الان كأنما اهني بالنسبة لك فيه عدالة لم تحقق فيه اختيار لم يقع عليك وانت هالشي محبطك كأنما صاير فيه تأخير ولكن اللي انت ما تدركه ان على الجانب الثاني هو صاير بسبب تركيزك انت على امور ثانية برج الجوزة كأنما انت هنا في النهاية ترى يقولك راح تحصد ما زرعته فشنو اللي انت رعته في الفترة السابقة لازم تدرك ان بعض الجهود لدينا سبعة الخماسيات بعض الجهود ما تثمر في جانب معين لان احنا مكتوب لنا جانب اخر وظيفة افضل مجال ثاني احنا نعمل فيه مجال ثاني راح نبدع فيه ممكن دم احنا حددنا ان راح ندخل المجال الفلاني مو شرط انه هذا اللي يكون مصدر قوتنا ومصدر طاقتنا كأنما هني انت مو مستانس ومو مسعيد بالراتب او المرجود المادي ايضا اللي استثمرت فيه هذا الشي اذا كنت طالب انت مو سعيد بالنتائج انت تريد ان تكون من الاربع الاوائل الصف الاول اي شي اقل من الاربع الاوائل تحس انه ما يناسب جهودك ولكن هل ان انت مشتد انتباهك يا برج الجوزة اشوفهني في عشر الاخصان كأنما كنت انت تعمل على اكثر من شي في نفس الوقت فشي طبيعي انه عندك شي صار فيه تقصير نجاح او تحصيل علمي او حتى في الوظيفة ما قدرت تعطيه امية بالمية لان انت قريدي لديك الكثير على طبقك الخاص لديك الكثير من الامور اللي قريدي مستنزفة طاقتك ووقتك جهدك فهني انت ما تقدر ان تحط تركيز اكثر كأنما طاقة التحبيط هذي اللي عندك يقولك لا تحس بالاحباط انت قريدي قاعد تنجز الكثير ولكن الكثير من الامور مجتمعة في نفس الوقت هذا سبب ان انت ما قدرت تعطي امية بالمية للمجال اللي انت فيه حاليا وهذا الوضع مؤقت دائما الكرت اللي بعد هذا الكرت ان احنا ناخذ بذورنا اللي زرعناهم في هاي الارض وما اثمروا ناخذهم الى ارض ثانية بداية جديدة نعيد صياغة الامور خلا نشوف ايضا ما هي رسالة لك بالضبط انت هنا عندك طموح عالي بسبب جهودك نعم وضعت الكثير من الجهود في شي معين في حياتك العملية فعندك طموح وايد عالي انت كأنما تريد الاول او لا تريد ان تكون ابدا اذا ما حصلت على الشي اللي في بالك كأنما انت قاعد تحس بالفشل او التقصير ولكن انت لازم تعرف ان هاي العملية اللي انتو طالب فيها هي بروسس معنات عملية العملية تحصل على مراحل ومو في كل مرحلة احنا راح نكون من الطراز الاول او الصف الاول في مراحل احنا راح نحس شوية بتعب وهذا الموضوع جدا طبيعي وفي مراحل انت فعلا راح تواجهها وتكون دائما صاحب الصف الاول او المركز الاول الاختيار الاول الافضل في مجالك انت قاعد الشي هذا جدا يهمك فكأنما انت هني مركز على الاشياء الغلط مركز على تقصيرك مركز على الاشخاص اللي ما اختاروك او ما رشحوك كأنما هني قاعد تلوم الناس لقلة نظرهم ما قاعدين يشوفونك ما قاعدين يرشحونك انزين قاعدين يختارون اشخاص ثانينك تريد ان تثبت نفسك ولكن المطلوب منك ان اول شيء في الناحية العملية تفهم ان هاي عملية راح تأخذ وقت وكل مرحلة لها وقته ومش شرط في كل مرحلة ان انت تكون الاول دائما هنا يتكلم عن الاخذ بالعطاء في الحياة لازم نعرف ان احنا متى وقت شخص ثاني من اجل ان يستع ناجمة لازم نكون متواضعين بما فيه الكفاية حتى مع نفسنا وندرك ان انت فعلا يا برج الجوزاء قاعد تركز على اكثر من شيء في نفس الوقت فطبيعي ما راح تكون الاول في كل شيء لان انت مو متفرغ لشيء واحد تشوفك هني كأنما ما بقولك مشتت ولكن عندك الكثير من المسئوليات والالتزامات النقطة الثانية اصمد لا تستسلم وتقول هذا المجال مو مجالي هذا المشروع مو مشروعي هذا هو ليس الشيء اللي الله كتب لي لا تتراجع عن عن شيء انت لحد الان بذلت فيه الكثير من الجهد فقط لان النتائج ما كانت حسب توقعاتك عندك تسعة الاغصان وهن هي عشرة الاغصان بما معنى انتهاء هاي المرحلة الصعبة جدا قريب انت على وشك ان تختم هاي المرحلة بنجاح فلا تستسلم وتباقي لك غصن واحد مرحلة واحدة صعوبة بسيطة لحد ما تقدر انك تختم هاي العملية هاي المرحلة بنجاح لا تستسلم الحين هذه هي الرسالة لك من الناحية العملية وكن ما تسامح مع نفسكم على الاخرين كل ما تواضع بما يكفي بحيث ان تسمح للاخرين انهم ساعات يحصلون على المركز الاول وانت تروح تعمل لا تنسى عندك الكثير من المسئوليات اعمل على امور ثانية حاول ان تحصل على الاول فيها العائلة البزنس مجالات ثانية انت مقعد تعطيها اهتمام كامل ولكن النجاح جدا قريب يعني باقي لك شعرة شوية بس تصبر وتصمد مطلوب منك ان تصمد في مكانك عشان تصل لللي في بالك الكوب الاول ان تكون الاول ان تريد ان تكون رقم واحد في مجال معين مميز الكل يعرف اسمك الكل يختارك هذا النوع من الطاقة راح ننظر الى الجانب العاطفي القراءة العاطفية راح تكون عامة اول شي عندنا كرت المشردين خمس الخماسيات الشمس ما بعد الظلام الا الشمس في حياتك العاطفية برج الجوزاء في حياتك العاطفية انت تحس ان الشريك تخلى عنك كانما يعني وضع مقارب لحياتك العملية احساسك هو اللي قاعد يعكس هاي الطاقة عندك نفس الاحساس بشكل عام في حياتك تحس ان الشريك ما اختارك ايضا مثل ما ان انت في مكان عملك او دراستك او مشروعك لم تحصل على المركز الاول لم تكن الاختيار الاول كانما في الحياة العاطفية نفس الشيء ان الشريك كانت لديه خيارات ثانية افضل منك تحس بالدونية عندك شوي احساس بالدونية تحس ان هذا الشخص من زمان كمل حياته عاش سعيد وهو في وضع افضل مني عندك هاي النوع من الطاقة دائما تقارن نفسك فيه ما تنتظر راجعتك كثير ما انه انت قاعد تقارن نفسك دائما تتخيله هو في وضع جميل في منزل جميل حياة مريحة مستانس مرتاح قاعد يسوي الامور اللي خاطرة فيها وانت هني كأنه ما في طاقة انا ما عندي انا ما املك انا ما استطيع اول شيء المطلوب منك ان تاخذ طاقة السيف الصغير السيف الصغير دائما معناته ان احنا نبتدي فرش نسأل الاسئلة البسيطة طاقة التلميذ طاقة اول شيء انا ليش احس بهاي الشعور وليش هذا الشخص ما اختارني اذا فعلا ما اختارك وقرر انه يعيش سعادته في مكان اخر هل معناته انه يجب ان تظل في هاي الطاقة هاي الطاقة الداكنة طاقة الظلام طاقة التعاسة هل معناته ان احنا نحس بالنقص لان في شخص معين لم يختارنا ولا احنا عندنا نفس القدرة ان نعيش في كرة السعادة ولكن ممعه هني سؤال مهم هل الشرط ان انت تكون مع هذا الشخص عشان تحس بالسعادة هل سعادتك مرتبطة بشخص معين عندك اسئلة وايد لازم تحطها على ورقة وقلم وتجاوب نفسك انت محتاج لان تصارح نفسك ان تقارن اوضاع الكل من الداخل والخارج هذا كرت من الخارج وهي الكرت من الداخل من الداخل والخارج ترى الامور هني لازم تدرك مع الشريك ليست ما تبدوه اذا هو كان يبدو لك او انت قاعد تتخيل او تحلم في ان او هو سعيد انت ما قاعد تدرك انه هو ايضا عليه الكثير من المسؤوليات انت قاعد ترى الظاهر اكثر الناس في حقيقة الوضع دائما يحسون او في حقيقة وضعهم الظاهر من نفس الباطن الظاهر هو اللي نرى على السوشيال ميديا على الانترنت اللي نعرضها للناس كواجهة في الباطن جدا مختلف طاقة ممكن تكون عكس 180 درجة انت محتاج انه تبتدي تحقق في هاي نوع من المقارنات اللي بينك وبين شريكك وكأنه ما انت هناك كأنه يقول لك التارو انه انت غلطان في تفكيرك ان هذا الشخص سعيد بدونك او هذا الشخص عايش حياته بدونك براحة لانه هو سرعان ما سيرجع اما سيرجع لك وسيرجع لحياتك او ستأتيك عندنا اخبار رح تستغرب من نفسك شلو كنت تتفكر نفسك اقل منه وهو ايضا عنده الكثير من المشاكل وهو ايضا فشل حتى في حياة الجديدة اللي بعيدة عنك هاي النوع من الطاقة انه ستأتيك الاخبار تفتح عينك على طريقة تفكيرك انت هنا تحس بالوحدة او بالعزلة تحس انه ما عندك مأوان لان كرت المشردين تحت كرت الزاهدة والهرمت هنا يقول لك فعلا الامور ليست كما تبدو عليه انت تشوف الشخص الثاني سعيد بدونك هذا الشيء مو صح هذا الشخص عايش في دوامة ما عارف يطلع منها ولا عارف يظل فيها كأنما يريد ان يتواصل معاك ثمان الاخصان ضد ثمانية سيو يريد ان يتواصل معاك يرجع الى جناب حضرتك باسرع وقت ممكن ولكن في نفس الوقت مش عارف الطريقة الصحيحة ضيع الطريقة الشيء اللي ضيع الطريقة يعني احتمال انه يتوقع منك الرفض يتوقع منك ان انت تخلي الامور معلقة او ترغب في ان تكون مرتاح او هو ايضا بفكرك ترى في نفس الوضع ان انت ترغب ان تكون مرتاح بعيد عنه كل واحد منكم انت تشوف افضل حالم منك واسعد هو يشوفك مرتاح بدونه في حياته ولكن كأنه ما رح تصلون الى حقيقة مشتركة خلال شهر مايو رح تدركون ان كل هاي الامور مجرد واجهة لان انتو قاعدين تطلعون على سوشال ميديا تبع بعض كل واحد منكم يشوف الانستجرام الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي تبع الثاني عشان يحدد مستوى سعادته عشان يحدد او يصنع القرار بخصوص هاي العلاقة ولكن انتو قاعدين تنظرون الى واجهة غير حقيقية عشان تحكمون على شخص حقيقته جدا مختلفة بالنسبة لك وايضا بالنسبة للشريك فهني كأنما انتظر الحقيقة انتظر الحقيقة تظهر لك بدل ما تتسرع بالحكم اللي بعده رح ننظر الى الجانب الصحي والقانوني نشوف ما هي الرسائل لك برج الجوزاء حان الوقت ان انت تنتبه اكثر الى الاعراض البسيطة لان الاعراض البسيطة لما تتراكم اذا كانت موجودة عندك حان الوقت ان انت تعالجها احسن ما تتفاقم ما اشوف عندك اي مشكلة كبيرة او اي مشكلة جادة الحمدلله واحتمال انك في السابق عانيت من مشكلة في القلب او مشكلة ما بقلك مشكلة ولكن تعافيت منها الحمدلله وايضا عملية جراحية اشوف هنا انك تعافيت من عملية جراحية وخرجت منها اقوى من السابق ولكن دائما احط بالك على صحتك يعني كأنما اشوف عندك مشاكل في الشعر عندك تساقط في الشعر وايضا عندك جفاف اما في البشرة اما في العين فاذا في اعراض مثل هاي النوع حاول ان تعالجها باشياء بسيطة يعني هاي مشاكل بسيطة مو كبيرة او رح تطلب تدخل جراحي مثل سابقا احتمال اهني ايضا عندنا ملكة الارض احتمال انك اضطريت انت او الشريك يعتمد على الجنس اضطريت ان تنجب بطريقة قيصرية فكأنما انت ترغب في ابناء اكثر ولكن في عندك تخوف شوية من مضاعفات اما كانت في القلب بخصوص الانجاب اما في القلب واما بخصوص العملية القيصرية اللي هي تي سكشن اوكي ولكن الحمدلله الامور تمام ولكن كن حذر في المستقبل كأنما هني عندك استقرار صحتك مستقرة ولكن كن حذر من ان لا تسقط يعني كن حذر في المشي ايضا في تحذير لك للمستقبل لا تتحرك بسرعة او تقوم بحركات خاطئة بحيث ان تؤذي نفسك اثناء الحركة اثناء المشي اثناء ركوب او نزول السلالم هاي النوع من الطاقة عندك ايضا فالحمدلله انت في تعافي ولكن اشوفه هني كأنه ما عندك رغبة في ان تنجب الابناء اكثر او تخاف تخاف هي في مشكلة انتهت عندك بخصوص القلب بخصوص عملية جراحية اذ عافيت منها ولكن اشوف لحد الان كأنه ما عندك خوف تحزنك هاي المشكلة عندما تتذكرها فالحمدلله انت عافيت واقوى من السابق اظل مفكر على هاي الجانب خلنا نشوف المسائل القانونية يا خبر اليوم ببلاش بكرا يأتيك يا خبر اليوم بفلوس بكرا يأتيك ببلاش سوري بالعكس برج الجوزاء انتهني كأنما في انفصال اوكي او في زواج يا انفصال يا زواج في محيطك وصل الى في كلام عن طلاق لحد الان ما وصل الى الشؤون القانونية ولكن في كلام عن طلاق في نفس الوقت هاي الاشخاص علاقتهم غريبة لانا ما اشوف ان انت بشكل مباشر احتمال ممكن تكون انت ممكن يكون اشخاص غريبين وعزيزين على قلبك هم على شفا الطلاق يعني باقينهم شوي ويتطلقون في نفس الوقت بسرعة راح الامور ترجع الى مجاريها في نفس الوقت يعني هم باقينهم شوي يتطلقون ولكن بمساعدة او نصح الاشخاص بدون حتى من ان يخبرون احد ممكن انت شريكك او اختك او اخك صديق بسرعة راح يرجعون الى بعض وهم كانوا منفصلين او على وشك الانفصال انت هناك انا ما قاعد مستغرب اشوفك انت في طاقتك الهوائية تستغرب شلون الامور من بعد عداوة وانفصال تحولت الى زواج وحب مرة ثانية عندك هاي النوع من الطاقة اذا تنتظر اي امور قانونية في المحكمة فثق اهني بالانصاف اهني عندك طاقة لا تحاول ان ان تفرض طاقتك او سوري تفرض قرارك او تكون شوي عصبي وحاد الطبع في التعامل مع الاشخاص القانونيين اللي في المحكمة اللي في الشرطة اظهر لهم الجانب الجيد منك برج الجوزاء انت عندك جانبين الجانب الطيب والجانب المظلم من شخصيتك احرص ان الجانب المظلم ما تخرج لهم عشان تحصل على الانتصار في المحكمة عشان لما تتكلمت في النهاية قاعد تتكلم مع بشر في جهاز الدولة في الشرطة في القانون احرص ان انت تتكلم معهم بلا طافة وما تكون قوي ومندفع وعنيف او حتى غير ثابت في الطاقة كن في طاقة ملك السيوف الملك الدبلوماسي عندما اذا حدث الكل يحب ان يستمع اليه هذه هي النصيحة لك خلا نشوف من القادم او ما هي الاخبار القادمة في طريقي اوكي ترغب عزيزي برج الجوزاء انت رغب ان ترحل من مكان معين بيئة عمل اشخاص محيطين فيك في اشخاص دائما يحبون ان يكونون حولك 24 ساعة يلصقون فيك يتعلقون فيك احتمال حتى في مكان العمل في مكان الدراسة ولكن في الفترة القادمة اللي رح يحدث ان انت رح تطالب بحريتك كأنما رح تهرب مو هروب كثر ما ان خروج سريع من محيطهم اهني اشوفهم هم قاعدين يتنافسون ويتنازعون من اجل اهتمامك من اجل طاقتك ووجودك اذا كان في مكان عمل ممكن كل واحد يريد ان يضمك الى فريقة اذا كان في الجامعة نفس الشيء كل مجموعة تريد ان انت انضم لهم يريدون الحصول عليك في الفترة القادمة الاشخاص المحيطين فيك ويتنازعون على اهتمامك على وجودك مقابل سبعة الاخصان عندك سبعة الاكواب انت مش عارف شنو تبدي رح يسوي شوي الموضوع في البداية يسوي لك كركبة التنافس اجتماع الاشخاص في نفس الوقت رح يسوي لك تشويج مش عارف تبتدي مع من تنصف من وتختار من ولكن في النهاية ستأخذ طاقة الخروج السريع بدل ان تختار وتدخل معهم في نزاع ولماذا اخترت فلان بدل فلان والمجموعة الفلانية بدل المجموعة الثانية هنا ستريح نفسك او النصيحة لك حتى ان ريح نفسك لا تختار لا تتشوش انسحب من الوضع طاقة وحتى جسدا هذه هي النصيحة لك ورح ننظر للنصيحة العامة لشهر مايو ا احبك انا احبك هذه هي كلمات قوية انا احبك هذه كلمات قوية لها تأثيرها هذا يتكلم عن الجانب حس العاطفي من حياتك وحتى علاقتك مع نفسك برج الجوزاء هني كأنما قاعد أبكر أن أنت والشريك كل واحد يفكر عنده فكرة عن الشخص الثاني ولكن ولا واحدة منهم صحيحة لأن أنت قاعد يتراقب الشريك من بعيد بدون أن تنخرط في حياته وهو أيضا أنت قاعد تحكم من نظراتك على الإنترنت على السوشال ميديا ومن كلام الناس هني دائما كلمة أنا أحبك تطلب مننا الرجوع إلى مشاعرنا الأساسية حقيقة مشاعرنا حقيقة اختيارنا لهذا الشخص لماذا من بين كل هالنجوم اخترنا شخص معين كل هالاختيارات لماذا وقعت عينانا على شخص معين فتذكر دائما الحب لأنه عندما تذكر الحب أو تتواصل معه بشكل صريح بدل ما تحاول أن أنت معاك تضعون واجهة كل واحد يحاول يراوي الشخص الثاني أنه عايش بخير بدونه حاول تركز أن تكون صريح معه تصارحة بمشاعرك إذا تشوف هاي الملاك يده على قلبه هو قاعد كأنما يعزف سنفونية أو يوصل رسالة معينة هذا رح يريحك من كل الدراما التمثيلية اللي أنت والشريك قاعدين تحاولون تسوونها تجاه بعضا عايزي برج الجب ساحة بخانا ترجمة نانسي قنقر